مولاي سلطانه يامع الباب دخل مولاي طول الليل وعيوني ما غمضوا يا مولاي في موضوع زعجني كتير والمفروض تعرفوا لأنه كتير خطير شو هالشي الخطير اللي زاعشك ولي لازم أعرفه اهدى بالأول يلي رحقوله إله علاقة بالسلطانة خديجة وعدني ما تعصب غيام خلص قولي شوفي طيب عم بيقولوا إنه إبراهيم باشا والأميرة إزابيل علاقتهم كتير ودي وعم بيقولوا إنهم عم يضلوا يحكوا بلغته كل ليلة لوش الصبح شو عم تحاولي تقولي أنت مبارح ما شفتن وقت العشاء يا مولاي بصراحة السلطانة خديجة كتير مزعوجة من وجود الأميرة إزابيل عندها وإذا بتفكر إنه في شي بينهم بيكون الحق معه أنت بتعرف خديجة وضعه مو متحمل أبدا مولاي باشا تحت أمر جلالتك من هلأ ورايح الأميرة إزابيل بإشرافها بس هي تحت إشراف إبراهيم باشا يا مولاي إبراهيم باشا مشغول كتير وموفاضي بدي إياك ترقب ليل النهار وما تخليها تغيب عن عينك أنا تحت أمرك يا مولاي روح هلأ وخذل الأميرة على أسر الصيد لسه ما انتهت التصليحات بأسر الصيد يا مولاي معنى مشكلة فيه هون يشتغلوا هيهنيك مامون أغلو هلأ بتروحوا بتنلوا الأميرة على أسر الصيد وانتي مع السلامة إبراهيم باشا فيه موضوع كتير ضروري لازم احكيه مع حضرتك مو وقته هلأ لازم تروح بسرعة وتامن لألك علي جلالة السلطان تفضل يا بانشا تفضل سلطانة مأمون أغلو بالي بيك أهلا وسهلا كيف صحتك؟ بنشكر الله يا سلطانة اجيت من شان الأميرة إزابيل أمرني السلطان اجي وآخده بلجات؟ يعني بده تروح؟ يعني إلى وين بدك تأخذها؟ ليكل على الحرم لك؟ سلطانة مولاي أمرنا نأخذها على أسر الصيد صحيح لسه ما خلصوا تصليحات بس السلطان قال بيشتغلوا هي هناك ماشي سنبول مولاتي روح خبرها للأميرة خليها تجهز حالك تحت أمرك سلطانة موسيقى 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 هاة الي كان ناقصني موسيقى سينيور كريتي خير شو اللي جابكن بها الوقت جيت لحتى شوف إبراهيم باشا الباشا ماره هون لكن فيني شوفك إليك مع الأسف أنا موفاضي بدي أخذ السلطانة خديجة على أصر توب كابي خلاص برجع بشوفك و بنحكي مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة